السلام عليكم حبايب وياها لابيكم بأكلات عراقية وشرقية اليوم راح نسوي لكم مطابق البصل والدجاج بالمسخن الفلسطيني بطريقة جدا روعة ومشهية ولذيذة مثل ما شفون دجاج ضايد وهسا راح نبدي بالعجينة حطيت تقريبا كيلو طحين ويا رشة ملح خاشوقة ورشة سكر خاشوقة وعدنا هنانا سمسم وحبة حلوة حبة السودة وضفناهم كلوم سوية وخلطناهم على اليابس وبعدين ضفنا ماي تقريبا 700 ملي احنا عادة نخلي 500 للكيلو بس هالمرة خلينا 700 حتى العجينة صار لينة ومثل ما شفون شكلناها بهذا الشكل وغطيناها احنا تركها ترتاح تقريبا ساعة احنا ما خلينا خميرة هذي المطابق البصل بدون خميرة وبعد ساعة شكلناها بهذا الشكل مما تشوفون راح نتركها تقريبا 15 دقيقة حد ما ترتاح من بعدها راح نشكلها انا الفيديو انقطع عندي من انا حطيت الحشوة مالتهمات البصل وفرشتها بصينيمات الفرن وطبابتها للفرن تقريبا تاخذ 15 ل 18 دقيقة وتستوي فهسا هنانا مثل ما تشوفون حطيت زيت زيتون للقلي وخليت زبدة ملعقة وعدنا هنانا كركم وكزبرة وفلفل اسود وملح وضفت هذي البهرات كله هنا على البصر من احد ما يذبر ويجهز عندنا هسا اضفت للخلطة عدنا هنانا تقريبا ربع كوب زيت زيتون وخليت علي فصين ثوم مهروس وثلاث ملاعق كبار من الصماج ورشل زنجبيل حتى توخر الزفرة وعدنا هنانا بابريكا خليت لها وعدنا هنانا كاريم دراسي ملعقة شبيرة وعدنا رشة فلفل اسود وخليتي شوية هيل وهنانا عدنا بهار دجاج او اي بهار دجاج انتو تحبوني وجاهز عندكم بالبيت قدروني نضيفوني وشوية رشة ليمون قدروني نضيفونها عليه لا تحبوني يكون شوي حامض اكثر والتفاصل والمكونات بالضبط وصندوق الوصف هنا حطت شوية رشة دارسين وخليت دبس الرمان شوية همين تقريبا ملعقة وهنانا عدنا رشة ملح يكفي للدجاج لاني راح اخلي تقريبا دجاجتين كبار ونص فانتو حسب اللي متوفر اعتكم الكمية وهساني عديت تقريبا اربع عروس بصل ثرمتهم بهذا الشكل على شكل جوانح ومن بعدها ضفت الخلطة وهنانا الدجاجة انا مزار رفتها حتى تدخل الصرصة بالداخل الدجاجة ورح اوزعها بالتساوي ودخل البصر همين بداخل الدجاجة حتى ينطيها طعام مثل ما شوون غطتها برق الزبدة اول هنا وبعدين راح اغطيها برق الارمنيوم مثل ما تشوفون من بعد تقريبا ساعة ساعة وربع بهذا الشكل هي ستوة الدجاجة بس راح اخليها على الدرجة الاعلى حتى انو تحمص عندنا الدجاجة وتكسب مثل ما شوفون هيش صار شكلها كلش حلو وكروسبي ومن بعدها راح خلينا هنا الخبز مثل ما شوفون صار بهذا الشكل وخلينا الصوس مالتها والدجاجة كلش ذايبة واتمنتنا لعجابكم مع الفسنة